اشتركوا في القناة ودعمهما للجهود والمساعي التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعيد قرر مجلس القضاء الأعلى العراقية استئناف العمل في المحاكم اليوم الأربعاء بعد انسحاب المتظهرين وأشكر المجلس في بياننا كل الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور كما أكد المجلس الموضية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة حذر الأمين العامة لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ من تراخي الدعم العسكري والمالية لأوكرانيا وذلك بعد مضي ستة أشهر على بدء الحرب الروسية على كييف وأضاف ستولتنبرغ أنه يبدل جهودا بالتعاون مع زعماء آخرين من الحلف من أجل ضمان استقرار الدعم وشيرا إلى أن دول الحلف ستدفع ثمنا كبيرا في حال انتصار روسيا في المعركة الحالية أعلنت ألمانيا أنها ستزود أوكرانيا بأسلحة إضافية بقيمة 500 مليون يورو وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن قسما كبيرا أو قسما كبيرا من هذه الأسلحة ستتسلمه كييف اعتبارا من العام المقبل وكدا أن هذه الأسلحة تتضمن ثلاث منظومات للدفاع الجوي وحوالي عشر مدرعات لسحب الدبابات وعشرين قاذفة صواريخ لضفة إلى ذخيرة دقيقة وأجهزة مضادة للطائرات المسيرة ترجع نشاط الاقتصادي الأوروبية في أغسطس للشهر الثاني على التوالي وسط تدخم متزايد بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا وانخفض مؤشر ستاندرد أنت بورز المدير المشتريات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في 18 شهرا فيما أضر ارتفاع الأسعار بالطلب على الخدمات وإمدادات التصنيع أعلنت الجزائر إخماد 22 حريقا نشب على مستوى 12 ولاية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية وضحت الحماية المدنية الجزائرية في بيان أن الحرائق طالت غابات ومحاصيل زراعية بعدة ولايات أبرزها بجاية والبيدة وتلمسان والطيف وحسب البيان لم تتسبب الحرائق في أي خسائر بشرية وأصفرت عن تلف مساحات تقدر بالألاف من الأمتار من الغابات والنباتات والأشكار رياضيا نتسلم فريق الزمال كدرع بطولة الدوري الممتاز وسط احتفالات كبيرة وبمشاركة عدد كبير من الجماهير في استاد القاهرة الدولية عقب انتهاء المباراة مباراة الاتحاد السكندرية في الجولة الثانية والثلاثين البطولة التي انتهت بالتعادل الإيجابية بهدف لكل فريق وتعد هذه المرة الثانية على التوالي والرابع عشر في تاريخه التي يتوج فيها الزمالك بلقب الدوري لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو أر كود الظاهر على الشاشة شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة